موسيقى مساء النور الأحبة الأصدقاء الصديقات مرحبا بكم من جديد في حلقة أخرى وعبور آخر من خلال برامة الجسور حيث سأستضيف هذا المساء الباحث في مادة الفلسفة الصديق عبد العزيز الراشدي وفقط لإزالة اللبس عبد العزيز الراشدي هو باحث في مادة الفلسفة وهناك أيضا عبد العزيز الراشدي الكاتب والقص والأستاذ الجامعي الذي سبق أن مر من هنا عزيزة أنت حاصل على مصطر في فلسفة القانون وسنة أولى في سلك الدكتورة وأنت تدرس مادة الفلسفة ما يزيد عن 15 سنة في مدينة الدار البيضاء أولا مرحبا وأهلا وسهلا بك شكرا سي محمد الحافظي الصديق والكاتب وعبرك أشكر موقع العمق على هذه الفرصة التي أتحا لي وسعيد جدا أكون ضمن ضيوف الذين يعبرون هذا الجسر الذي أتمنى أن يكون نقطة ضوء في المشهد التقافي والمشهد الإعلامي في المغرب الذي يغيب فيه الجانب التقافي بشكل كبير شكرا لك مجددا أولا صديقي سأبدأ معك بواحد النقاش ديال النقط ديال مادة الفلسفة التي أصبحت تفاجئنا بشكل كبير جيلي أنا والجيلي بعده الذي ربما انتميت إليه كان ليجب في الفلسفة عندنا 11 كعيطوا لي التلاميذ في الساحة سبينوزا ولا هيكل ولا كانت اليوم 18.75 ومن ضمن واحد النقط اللي أنت شخصيا عممتها لتلاميذك وتلميذاتك لقيت أنا 19.75 وش هذا نابع من كون الفلسفة واحد المادة تهيكة تخضع الأورق ديالها المعايير كأية مادة واحد الباري جاوبت على السؤال والأربعات تاني ثلاثة وفي المجموع كان نحصل لك لمعدة أو أن هذا واحد الهدف من جعل مادة الفلسفة مادة سهلة وتافية شكرا ديالسي محمد على هذا السؤال وفي الحقيقة سؤال يشغل بالعديد من الأصدقاء يعني كلما تم الإعلان عن نتائج الباكالوريا يدفو هذا السؤال على سطح يعني غالب الذين أعرفهم أو أتواصل معهم أو العامة الناس يطرحون هذه السؤال حول هذه المعدلات المرتفعة جدا يعني لدرجة أنه يستغربون هل هذا تلامذ أم فلاسفة على حسب هذه المعدلات اللي يحصنوا عليها في الحقيقة هذا الاستغراب أو الغموض الذي يلف هذا الجانب هو نابع من أننا نقرأ الفلسفة أو لازمنا ننظر إلى الدرس الفلسفي بتلك التمثلات القادمة التي كانت لدينا عن مادة الفلسفة لكن إذا عدنا إلى مادة الفلسفة اليوم هي مادة أريد لها أن تكون مثلها مثل باقي المواد التعليمية لأنه إذا حينا هذا التمثل كما قلت وعدنا لدرس الفلسفة اليوم في المغرب هو أخذ عليهم جمع أحد المسار ديل تطور من تدريس بدون مقرار مدراسي يعني أن المدرس كان يعتمد على موضوعات يضعها المفتشين المركزيين ثم مررنا إلى مرحلة التدريس بكتاب مدراسي يركز بشكل كبير على المضامين المعرفية كما شفنا في المؤلف أو الكتاب الذي أعده السطاتي والسطر الجبري ثم مررنا الآن إلى مرحلة تدريس بالنصص كذلك التقويم في مدات الفلسفة عرف تطوراً يعني يخضعه إلى سلم تنقيط يتيم تنقيط بشكل جزئي يعني وكذلك مؤطر بواحد الجوج ديال المذكرات ويزارية كتأطراد العمالية مبنية على مجموعة من توجيهات أو توصيات ربما موجة إلى المصحح يعني أنه ليست له أي حي يزميل الحرية في تقويم ورقة تلميذ وأول توجيه يبدأ بهذا السلم تنقيط الذي يقدم كل سنة الأستاذة هو أن هذه المادة تنقط من صفر على عشرين إلى عشرين على عشرين يعني أنها مادة تقوم كباقي المواد المدراسية ولا يجب إخضاعها لأيتمتل ديال الأستاذ حول مادة الفلسفة يعني أن هناك اليوم سلم تنقيط يراعي مصلحة التلميذ أكثر لماذا؟ لأن هذه المادة يجتزها التلميذ في السنة الثانية باكالوريا في امتحان وطني النقاط التي سيحصل عليها ترهن مستقبله ما بعد الباكالوريا بالتالي هناك أن الوضع بالنسبة لي إذا طلعت عليه من هذا الجانب يبدو أنه منطقي وواضح ومعدلات يعني كما تحقق في الرياضيات والفيزياء وفي المواد الأخرى يمكن أن يحصل على التلميذ كذلك في الفلسفة نعم بالتالي يمكن أن نقول أن التقويم في الماضي كان يضع مساحة للأستاذ في تقويم وغالبا يكون تقويما إجماليا تقويم اليوم ليس تقويما إجماليا وتقويما جزئيا يعني أي عنصر إجابة صحيح هي كيف سكتعطي للتلميذ نعم فقط أشرت إلى أنها تكون مادة مثل جميع المواد باش ما تضيعش لمستقبل ديال التلميذ والتلميذات لأنه ما يمكنش واحد يتحصل على الرياضيات في التسعتاش وتجي تعطيه في الفلسفة عشرة وتخرب لي المستقبل المهني دياله ومتافق معك وكين حنا من لي كنا تلمد كنا نجيبوا خمستاش في اللغة العربية وسبعتاش في الجيماعيات وعشرين في التربية الإسلامية وكان نجيوا الفلسفة وكانكتبوا التكن شبعوا وكي يعطيونا ثمانية دونك هذا المقاربة ما كانش ديك الساعة هذا غير نوع من التعقيب على هذا الأفكار التي أعطيتنا وطبعا ليه واحد الأفكار ممتزة جدا ومقنعة ولكن أيضا مدت الفلسفة فيما سابق كانت مفتوحة فقط في جامعة محمد الخاميس في الرباط اليوم تقريبا كل كلية الآداب في المغرب فيها الشعبات ديال الفلسفة وفيها علم الاجتماع هذه المسألة جعلت هذه المادة في متناول عشاقها بلا ما يصفروا لهذه الرباط تقرأها في مراكش في أقادير في فاس فيما ولكن أيضا أنا أردت لك السؤال واش هذا التعميم ديال مادة الفلسفة في كل الكليات واش أساء إليها وأنزل من مستوها أم أنه خدمها شكرا أستي محمد في هذه القضية ديالتعميم ديال مادة الفلسفة كما أصرت أنه إلى وقت قريب كانت محصورة في جوش المراكيز في الإبداع غزرة في العطاء في التحدي أو في مواجهة ذلك الحصار بالتالي أن المرحلة السابقة التي كانت في الفلسفة تتعرض لمحاصرة ولتضييق وصل في بعض الأحيان درجة المنع يعني منع تدريس مادة الفلسفة في المغرب واستبدالها بالدراسات الإسلامية ومن بعد استبدالها بالفكر الإسلامي يعني أنه كان هذا التضييق وكان هناك حقل من سرع يعرفوا المغرب ويعرفوا المحيط بشكل كده وكان هناك إنتاج غزير اليوم مع كامل أسف سي محمد كالقا بأن الوقت للمادة انتشرت في عموم المغرب ليست في المراكز الجميعية فقط اليوم تصل المادة تدريس شعبات الفلسفة إلى الأنوية الجميعية يعني أنه في الموسم الدراسي المقبل ستدرس في الكلية المتعددة تخصص بالراشدية يعني أنه هذا التعميم هذا التعميم أسائل الفلسفة في جانب واحد لأنه لم ترافقهم جمعة من الإجراءات الأخرى يعني هي حاضرت الفلسفة داخل الفضاء الجامعي ولكن غابت الفلسفة في الفضاء العمومي غابت الفلسفة في البرامج التي يتم بتوى في الإعلام العمومي غابت الفلسفة في جمعة من الفضاءات العمومية دور الثقافة تم هجرانها كذلك دور الشباب يعني أن الفلسفة تم تغيبها في مجال آخر كذلك أن الفلسفة لم تعد تلك المادة أو تلك الشعبة التي كانت اختيار اليوم أغلب من يلجأون لشعبات الفلسفة يلجأون لها لهذا الانتشار هذا يعني أن في هذا التعميم فقدت الفلسفة وظلت الفلسفة سجينة الأصوار الجامعة بعيدا عن شغالات الواقع كذلك مسألة أخرى مهمة هو أن أين هي تلك الطاقات أو تلك الكفاءات التي تم تكوينها في المراكز الجميعية الأولى اليوم أغلب المشغلين بالحق الفلسفي والمنتجين في الحق الفلسفي اليوم هم خارج المغرب أغلبهم لجأوا إلى المراكز البحثية في دول الخليج نعم هذا سنأتي إليه فيما سيتقدم من نقاش ولكن سنبقى معك دائما في مادة الفلسفة وما هي الإضافات التي تمنحها مادة الفلسفة للإنسانية بصفة عامة مادة الفلسفة هي واحد المادة مساعدة في إنتاج القيم واليوم قلنا بأن الفلسفة منتشرة ومتاحة لكي يدرسها الطلاب وأصبح من حق التلاميذ أن يحصلوا على نقاط عالية في مادة الفلسفة ولكن هذا لا يقابله واحد مجموعة من القيم التي تسعى الفلسفة إلى إنتاجها بالعكس اليوم كان عندنا واحد نزيف للقيم وواحد نزيف للأخلاق أصبح يخيف أطلع للشارع وغادي بلك بأن كيف يتحرك الشارع كي يتحرك بواحد شكل تنعدم فيه الفلسفة أنت أستدل الفلسفة إلى خرجتها لسويقة سيقول واشنط بالصح أنا خمسة عامة وانا كان قرر الفلسفة أشنو تقول لي يفهاج؟ بالنسبة للسؤالة سي محمد في اعتقادي أن هذا لا يمكن في يوم الأيام أن نفصلها بالفلسفة والقيام يعني الفلسفة حاضنة للقيام ومدافع عن القيم ومساهمة في نشر القيم الإشكال اللي طرحتي هو أين هو تجلي هذه القيم في الحياة اليومية يعني في الشارع في الفضاء العموبي فعلا وشاطرك الرأي بأن هذه القيم تغيب عن الشارع يعني رغم كل ما ندرسه سواء الدفاع على القيم الكرامة الدفاع على التطوير الحس النقدي الاستقلالي الفكريا هذه الأشياء لا نرها أثر على مستوى الواقع اليومي أو المعاش اليومي ديال الطلاب أو ديال أو تأثير ديال المراكز الجميع اللي شرتي في البداية أنها انتشرت فيها الفلسفة لا نراها لأنه هناك إشكال أكبر من ذلك هو إشكال علاقة المؤسسة بالمحيط أو أشنو تأثير ديال ما يتعلمه المتعليم سواء في الفلسفة أو في غيرها من المواد أشنو الأثار على حياته اليومية رغم أن جل إصلاحات عرفة حق التعليم كترفعة شعار ديال القيام ربط المؤسسة بمحيطها السوسيو تقافي وسوسيو اقتصادي ولكن في واقع الأمر ما يدرسونه التلاميذ منفصل تماما على الواقع يعني أن ندرس مثلا في مادة الفلسفة لتلاميذ الباكالوريا مثلا درس أو مفهوم الشخص ندرسهم الشخص بوصفه قيمة يعني أنه يجب أن ننظر إلى الإنسان كأعلى قيمة وأنه كغاية ومشيكة ليس كوسيلة ولكن حينما أن قيمة الإنسان لا تنبني بالمظاهر والاستهلاك وهذا القيام لك تجتاح العصر ولكن لما يجعل الواقع اليوم يلقى أن هناك تناقض بين ما يحصل عليه داخل حجرة الدرس وما يعيشه أو يحياه في الواقع عدو المفارقة وكذلك أنه هذا ليس حبيس على مادة الفلسفة فقط كذلك لما نتحدث عن الفيزياء اليوم يمكننا أن نجبره حاصلة على دكتورة في الكيمياء وقد تلجأ إلى الشعودة قد تلجأ إلى تمشي عند إنسان أمي أعطيها واحد لما يقول لها رمقرأ عليه سيريد توشي به مع العلم أن التركيبات الماء لن تتغير نعم يعني أنه كان مشكلة كبيرة في نظامنا التعليمي أنه لا منفصل تماماً عن الواقع اليومي لا يؤثر في الحياة ولا يؤثر في المعيش اليومي للإنسان بالتالي الفلسفة شأنها شأن هذا الكل المنفصل عن قيام أن الواقع ينتج قيام مضاد لما ينتجه الجامعة أو ينتجه الفصل الدراسي نعم أيضاً الفلسفة كانت واحد الروافد التي كانت تستمرها الدولة المغربية بش أنه الخريجين ديال الدراسات الفلسفية كانوا مسؤولين على مستوى مؤسسات وطنية في الفن في التقافة في الإبداع في السياسة يمكن نذكر منهم واحد اللي كي حضر ندابات السيل مرحوم الصايل اللي كان على مستوى المراكز السينمائية المغربية اليوم الفلسفة ربما مقشكس عطينا هذه الشخصيات ولا الاعتماد ديال الدولة على شخصيات علمية ولا تقنقراطية هل هذا أيضاً هو واحد من نوع ديال لمزيد من وضع الحواجز أمام الفلسفة أما أن الوقت تقتضي هذا تقتضي أن اليوم محتاجين للتقنقراط لا محتاجين لفلاسفة صحيح سي محمد كما أشرت في قولك واشترك الرأي بالفعل أن اليوم هناك توجع عام داخل داخل الدولة وربما تحفل في المحيط الكل وأنه نتاج إلى كفاءات لها كفاءات تقنية أو لتكوينها وتكوين تقني حتى في العهد الذي أشرنا إليه العهد الذي كانت تعيش فيه الفلسفة الحصار والمضايقة كان هناك رجالات دولة من تكوين فلسفي لما تحدثت مثلاً على الاستناصر يعني من داخل بنية القرار ومن المقربين إلى محيط الحكم كان هو أول مبرز في أول مغربي يحصل على التبريز في مادة الفلسفة يعني أنه هذا كذلك اليوم كان تجاه نحو البيروقراطية ونحو التقنقراط أكثر وهذا ليس في صالح الدولة لأن الدولة لن يتم بناء دولة قوية فقط في الكفاءات التي هي كفاءات تقنية والعلمية فقط نحتاج كذلك إلى فلاسفة نحتاج إلى أنتربولوجين نحتاج إلى علماء اجتماع واليوم ما يوعب على أغلب مخططة الدولة وما يغيب فيها هو هذا أول جانب والمقاربات الاجتماعية والمقاربات الفلسفية والمقاربة القيمية غير حاضرة في هذه المشاريع طبعاً في نظارك وشك تبقى الفكرة دي العاهل الراحل حسن الثاني اللي سبق له قال بأنه كلهم هذو كل اللي درسناهم الفلسفة أولو جوا في الأخر أولو معارضين ديالنا وش بقي هذا الإحساس عند المسؤولين بأن الفلسفة واحد المادة اللي خصنا ندره منها أطنصيون لأنها كتبني واحد الوعي نقدي خصنا نحاصرها أم أن الأمور تغيارات والأمور بسلام والفلسفة مفتوحة في وجهي الجامع مع دمعها التام وشكيل ولكن اختيارات الناس كتبقى اختيارات الناس ما كيمشيوشنا للفلسفة واشنو غادي ندره اليوم إذن الأمر بماذا يرتبط في نظارك في اعتقادي الأمر ليس مثل الماضي فعلاً هناك بعض الأمور تغييرت ولكن لا أعتقد بأن الدولة اليوم في حاجة إلى محاصرة الفلسفة خصناً مع النازيف الذي تعرفه الدولة نفسها فيما يخص الأطور والكفاءات أنت تشاهد اليوم لا المشهد التقافي ولا المشهد السياسي الدولة عاشت نزيف من نزيف في الأطور نزيف في التقات مثلاً حينما تحدثت على العهد الحسن رغم أنه قال أنه أصبحهم معارضين ولكن جزء منهم أصبح رأس مال لتكون أطور الدولة يعني بمعارضين من هذا النوع ارتقت الممارسة السياسية في البلاد وترقى الصراع الفكري وفي هذه الخدام تكون مجموعة من الأطور ومجموعة من الكفاءات اليوم نعيش في الدرجة الصفر من صراع سياسي من نعيش نخبة سياسية مرتديا نقاط سياسي في الدرجة الصفر لا ضرر لغياب هذا التناقض يعني أنت كان التناقض كان ضروري وكان لصالح المغرب نعم إلا تبعتي الحراك اللي كان في أمريكا ضد الجرائم التي يقوم بها الكيان صيوني في غزة طبعا كان من داخل الكليات وكان من تقطير أحد البروفيسورة في مادة الفلسفة اللي تدولوا قاع القنوات الإخبارية التصويرات ديالها والشرطة كتجي وكتعتقلها وكتدل لها الميلوت واش عندنا في المغرب اليوم هاد الأساتي داد الفلسفة الجدد اللي كان ينتلي واحد منهم واش كين عندنا واحد الدور في بلوارة واحد القيام اللي كتناهض الدور كتناهض التعدي كتناهض الجرائم التي تقع اليوم ضد الإنسانية أم أن أساتذة الفلسفة فقط لو أساتذة هذه الساعات الإضافية وكلها مدها في سقرازه كما أشرت سابقا سي محمد الفلسفة أو الانتماء إلى تدريس هذه المادة لم يعود كما كان الأمر في الماضي يعني أن سابقا كان أن اختيار شعبات الفلسفة كان اختيارا واعيا خيارا حرا لدرجة أنه هناك في تلك المرحلة من يحصل على شواهد شهدات البكالورية شعاب علمية وبمعدلات تؤهله لولوج مدارس المهندسين أو ولوج كلية الطب ويختار الفلسفة يعني كان اختيار بقناعة اليوم في دل الوضع الذي نعيشه اقتصاديا اجتماعيا الإكرهات التي أصبح يفرضها الواقع هناك جزء كبير يلجأ إلى الفلسفة كمهنة من المهن يعني حاجة لها لكي نضمن المصروف يومي نضمن واحد الاستقرار الجماعي ولكن هذا لا يلغي أن هناك لازال هناك أساسي ذات فلسفة التي اختارنا هذه الشعبة عن وعي وعن قناعة ماذا مساهمتهم في نشر القيام إلى أخذتي معي اليوم أغلب المدارس إلى مشة الأندية الحقوقية الأندية السينمائية أو أي أغلب يكتوجد على رأس أساسي ذات فلسفة المشكلة هو حجم تأثير حجم تأثير كاين ولكن يبدو ضعيفا أعطي النموذج دي الأمريكا أنا مؤخرا يعني هذه تقريبا واحد ثلاث أشهر كنت في مدينة مراكش في خرجها طربوية مع تلاميذتي لما نخرج مثلا قضاء أغراض خارج المقر اللي كنا مستقرن فيه أغلبهم يمتني عن شراء البضائع التي لها انتماء إلى إسرائيل يعني يفعلون مبدأ المقاطعة يعني ما تكون لديك الرؤيات السودوية لأن الفلسفة لم يعد لها تأثير لازال لها تأثير هلوة تأثير يبدو ضعيفا كذلك التلاميذ المغاربة ليس تلاميذ فقط ميئوس منهم رائحة الاختيار دي الفلسفة بالنسبة الخصة للشعاب العلمية تطور الوعي الفلسفي ديهم أكثر ومنح لهم إمكانية أكثر لتبني هذه القيام نعم طبعا المغرب هو أحد المرجع كبير علموه هو العالم العربي في العلوم الفلسفية نصح هذا التعبير محمد عبد الجابري عبد السلام بن عبد العالي المرحوم محمد سبيلا المرحوم سلم يافوت وأعتقد أنك تعرف هذه الأزماء بشكل كبير اليوم هل نستطيع بما ندرسه اليوم أن نحصل على خلفين لهذا السلف ما مستقبل الفلسفة في المغرب وكيف تارنت هذا المستقبل بحكم أنه أنت باحث في مادة الفلسفة وأستاذ الله شكرا سأبدو متشائما شيئا في هذه النقطة لأنني غادرت الجامعة في 2006 وعودت رجعت الجامعة تقريبا رجعت لها في 2020 رجعت الجامعة ورجعت كندرس في الجامعة سواء من درس الكلمستر أو الآن كباحث في سلك الدكتورة هذا الأمل يبدو صعب الآن نظرا لطبيعة التكويل الذي يقدم داخل الجامعة المغربية أو ما يدرس داخل الجامعة المغربية الفلسفة في ذاك الوقت التي قدرت أنها كانت محاصرة كانت تنتقي النخبة يعني اليوم ممكن تدخل الفلسفة بحال تدخل الحقوق يعني قدرت توجد مثلا في الفصل الأول تقدرت مئتين طريب كذلك أشرت لعطيت المؤشر أخر هو أنه حتى من تتلمد على على يد هؤلاء الأعلام مثل جابري سبيلا سالم يفوت طه عبد الرحمن كما قلت لك أغلبهم تم استقطابهم إلى الشرق يعني أن الدرس الفلسفة اليوم في المغرب لا أعتقد بأنه قادر على إعادة إنتاج هذه ولكن يمكن أن ينتج طاقات أخرى بمعايير أخرى غير هذه لم نعد منافس على مستوى هذه كلام ليس كلام من فراغ إذا أردنا أن نتبد أكثر مما يكون هناك إبداع أو تأسيس لدرس فلسفة مغربي رغم هذا الوضع القاتم لا بد نرجو لك أنه قد تكر واحد الفلاتة أكيد نتمنى نغير قرار لك واحد المقطع صغير مما كتبه الدكتور طه عبد الرحمن كان الناس يتصورون الشر المطلقة مفهوما بعيدا ولا يعتقدون تحققه فإذا بهم اليوم يرونه رأي العين واقعا حيا فقد شاهدوا الصلاة في بيوت الله تقصف والبراءة في الطفولة تزهق والعافية من المستشفيات تطرد واللجوء إلى المآوي يرهب ورأوا بأم أعينهم اختصار كل قيم الخير أو احتضار كل قيم الخير التي خلق الإنسان من أجلها إلى أي حد تتفق أو تختلف مع الدكتورتها عبد الرحمن في هذه المقولة ما يطرح الدكتورتها عبد الرحمن في هذه المقولة هو أصبح اليوم واقعا نعيشه بشكل يومي من المشاهد التي تشابتها قنوات الإعلام ما يقع في غزة ما يقع في مجموعة من بقاع العالم يعني عودة الإبادة الجماعية عودة مظاهر مأسوية الشر كما قال الدكتورتها عبد الرحمن كنا نعتقد أنه بعيدا اليوم أصبح الشر يحيى معنا نشاهده بشكل بشكل يومي أكثر من ذلك سي محمد أن الشر أصبح اليوم تيمة فلسفية يشتغل عليه العديد من الفلسفة اليوم مع كامل نحن في المغرب عيوننا تلتفت كثيرا إلى الفلسفة الفرنسية في حين أنه هناك ازدهار ونهضع في الفكر الفلسفي مثلا في أمريكا في أمريكا في الجارة في إسبانيا في إفريقيا مناهضي الشر كتر أعطيك مثلا تحدثت عن أمريكا جودت بيلتر مثلا هذه فيلسوفة أمريكية هي من أول من وقع على الرسالة الموجة إلى بايدن من أجل وقف الإطلاق النار أو وقف الإبادة الجماعية ضدها كذلك جيجيك سلوفي هذا فيلسوف سلوفيني كذلك من أول الأسماء الفلسفية التي خرج مناهضة لهذا الشر الذي تمارسه الإمبريا الأمريكية والإسرائيلي اليوم ضد الشعب الفلسطيني يعني الشر لم يعد بعيدا وأصبح الشر مطلقا وكما قلت لك أصبح موضوعا للدرس الفلسفي اليوم نعم نقاش الفلسفة في الحقيقة هو أخصين نفرد معك حلقة خاصة له ولكن أنا أخصين نستغل لما أمكن نقاش معك مدام أنك جيتي عندي وقد نخليوا النقاش الفلسفي وقد نمشوا شوية الزاقورة طبعا زاقورة هي تشغلك دائما رغم أنك أخوتيها هذا 15 أو 16 سنة ولكن دائما منشغلون بما يحدث فيها زاقورة فيها أشياء جميلة كثيرة فيها الحزام الأخضر فيها الماء الصالح للشرب لزاقورة اليوم الناس في زاقورة كتشرب الماء أفضل من اللي يشربوه الناس في مرة كشولا الأطلس الأطلس المعقل دي المياه كان فيها واحد الحياة التقافية مستمرة ودائمة وأنا أتابع المركز التقافي في زاقورة الشكل الذي ينشط به ما كان لقاش أنا هنا في الرباطس لا كان واحد الأغنية على زاقورة هي الغزالة زاقورة كان واحد الأشياء كثيرة كان واحد النوع دي واحد العجلة كالدور وكنت بالنسبة لك السيا عزيز هذا كله لا يزيد الكأس إلا فراغا واش لأن المسؤولين على الشكل المحلي في زاقورة أنت في خلاف دائم معهم خلاف سياسي أو أن لأن عندك منظور آخر لهذه المشاريع وعندك لهم رؤية وحد آخر شكرا سي محمد الإجابة على السؤال أنا أتبني الإجابة معا موقف من المسؤولين ورؤية كذلك للمشاريع ولكن أستغل هذه الفرصة لكي أوضح كما قلت أنا رغض الزاقورة تقريبا هذه أزيد من 17 سنة لازلت مرتبطة بها ومنشغلا ومسكونا بهذه الأرض التي أنجبتني وأنجبت العديد من رجالات هذا الوطن هذا الخلاف يتم الترويج له في بعض الأحيان على أنه خلاف شخصي مع من يدبرون الأمور في زاقورة وهذه حق أريد بباطل يعني هذه مجرد دريعة لأنه ليست لدي أي مصالح شخصية لكي يكون لي صراعا شخصيا مع أي شخص يعني ما يحرك أغلب انتقادات لتلك المشاريع وغيرة على هذه على زاقورة كذلك رد الجميل والاعتراف به لهذه الأرض التي أنجبتنا بالتالي أنا ما مغزى هذه المشاريع مغزى هذه المشاريع سي محمد ليس هو زاقورة هذا هو الذي يجعلني دائما في نقد دائما أنا لا أنا لا أنكر بأن هناك إنجازات ولكن ما هو مضمون ومحتوى هذه الإنجازات هل تضع هذه الإنجازات زاقورة في صلبها وهي الغرض وهي البوصل وهي الهدف ما نرى في أرض الواقع وأن جل هذه المشاريع يتم تحويرها إلى خدمة أجندات انتخابية وخدمة رموز سياسية من داخل المشهد السياسي داخل مدينة زاقورة تحدثت عن الجانب التقافي لا يمكن لأي شخص إلا جاحد أن ينكر ما يعرفه المركز التقافي بزاقورة من ديناميو ومن أنشطة ونستغل الفرصة لنحيي الأستاذ عزيز جلالو مدين المركز مساهم كبير في خلق هذه الدينامية ولكن حتى في هذا الجانب وعيش تماعي العديد من الإشكالات في هذا الجانب حتى الأنشطة التي يتم داعمها وتشجيعها فهي التي تصب في خدمة هذا اللون الانتخابي أو هذا التوجه الانتخابي في حين يتم إقصاء باقي الجمعيات الناشطة أو الأنشطة التقافية الأخرى أو المهرجانات التي قد أقول لك بأن الوقاحة في بعض الأحيان تصل سأقدم لك الدعم ماذا ستقدم لي إذا قابلت بهذه المعادلة مرحبا لم تقبل بها كذا تحددت كذلك عن الحزام الأخضر الحزام الأخضر كذلك كان مشروعا انتخابيا وكان سينتهي مع نهاية المشوار الانتخابي لأحد المسؤولين المنتخبين في زاقورا لو لا يقضت المجتمع المدني ويجب أن نسجلها أن المجتمع المدني بزاقورا خصوصا جمعية أصدقاء أو الناشطين الحقوقين بالمنطقة لو لا تدخلهم لو لا الدور الذي لعبته جمعية حماية المال العام لكان مصير هذا المشروع هو الزوال من أنقض ذلك المشروع اليوم هو التحركات التي قام بها المجتمع المدني ونبه إلى أن المشروع الذي تم هضر في أربعة ملايير تقريبا كان سينتهي لو لهذا مسألة الماء كذلك الماء يتم إلساقه يعني يتم محو كل ما حدث في زاقورا ويتم تحويل هذه الإنجازات اليوم إلى شخص المسؤول أول في الإقليم أو إلى شخصيات منتخبة كأن تلك الحركات الاحتجاجية التي عمرت طويلا في إقليم زاقورا ونبهت إلى ما نعيشه اليوم والتي قدمت معتقالين في طورة العطش تراوحت الأحكام ما بين ثلاث أشهور سنتين خمس سنوات كذلك الدور الذي لعبته الهيئات النقابية بإقليم زاقورا وخصوصا نقابة ديالسيد 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 كذلك الجمعية المغربية الحقر في التراف وعن هذا الملفو النضال من أجل توفير الماء لساكنة زاقورا كأن هذا شيء لم يحدث وكأن هذه المجازات جاءت بفعل أولا وتبييا مع الزمن أن ما كانت تنادل هذه الليئة النقابية إلى جانب الشارع الزاقوري كان مطلبا حقا انتهى بإعفاء عامل سابق الإقليم وقدوم عامل خريج المدرسة المحمد المهندسين تخصص المياه ولكن هذا لا يعني بأنه أو غيره من يعني لا يجب أن نفي الدور الذي لعبه الشارع الزاقوري في الجانب هذا هذا هو الذي يجعلني أنا أنظر إلى هذه المشاريع بهذه النقضية وكن نقول بأن الذي يخدم زاقوري يجب أن يخدمها في الاتجاه نعم ولكن ماذا تحتاجه زاقوري فعلا؟ يعني لكي تكون زاقوري التي نريد وزاقوري التي نحب ماذا تحتاجه بالضبط؟ زاقوري تحتاج على مستوين يعني على المستوى الإداري تحتاج إلى رجال الدولة حقيقيين إلى رجال الدولة إلى عامل إقليم أو مسؤول أول إقليمي يتبنى المقاربة التشاركية رجول ميدان كذلك تحتاج إلى منتخبين لا يحركهم المصالح أو الهاجس الشخصي أو لا تحركهم المصلحة الذاتية إلى ناس يحركوا محب تلك المنطقة وإنقاذ تلك المنطقة بما يعليه اليوم المهم أنا نقدر نختلف معك شوية في هذا الشيء اللي قلت لي لأننا بالمسبة لي زاقوري بعد ما جيت دابل لهذا الموحيط ديال الريبات السالة في الحقيقة طريقة ديالا الاستقبال ديالنا في المرافق العمومية في المستشفى في الإدارة العمومية في واحد الأريحية كبيرة وفي واحد الحب كبير والثلاثة ديال الولوج إلى المرافق العمومي هذا الشيء نفتقت هنا يا زاقوري أنا بالنسبة لي هي واحد المدينة اللي فعلا فعلا كانت عندنا فيها القدرة على الاحتجاج وكان هذا الاحتجاج كي وصلنا لدك الشيء اللي يبغينا أما هنا فكأنك تصرخوا في واد بقي عندي واحد جوجة الأسئلة أو مرتبطين بالبيئة واحد السؤال الأول مرتبط بالمطرح المطرح أو تاني نرجع معك إلى أنك كانت واحد من الناس اللي كانوا يناهضون إقامة ذلك المطرح في تلك المنطقة أين وصل هذا المشروع الآن؟ بالنسبة للمطرح النفايات أولا يجب أن نوضح فيه مسألة مهمة جدا هي أن بعض الجهات حاولت أن تتطول على ساكينة المنطقة وأن تغلط الرأي العام أو تغلط حتى الجهات المسؤولة بأن هذا المطرح أو مناهضة ساكينة جمعة تامجروت لهذا هو نابع من حسابات انتخابية أو سياسية كما تبعت معي السحافظ وتبعت كذلك مجموعة من الملافير الإعلامية أن جميع الدفوعات التي اعتمدت الساكينة في رفض هذه المطرح هي كانت مستندة على دفوعات موضوعية مبنية على الجانب علمي يتسدف خبراء من أبناء المنطقة في الجانب الجيولوجي خبراء في الجانب القانوني يعني أن المناهضة كانت مناهضة على هذا المسوين فقط المطرح اليوم من بعد مرور البحث العمومي مرت الآن ست أشهر لجنة المكلفة بمنح الموافقة البيئية تحفضت على مجموعة من نقاط ورفضت جوانب أخرى وظل المشروع معلقا إلى أن يعلن نهايته سؤال آخر مرتبط بالجانب البيئي في زاقورة واحد الهاشتاغ اليوم كيدور في فيسبوك في وسائل التواصل الجماعي أنقيدوا واحة المغرب وقبل أسبوع واحد الواحة واحد تدغى بيتين غير تحولت وكأنها قطعتون من غزة طبعا هاد المسألة ديال اللواحات مع تشغل تفق معي ولا غير تختالف هو هاد الهاشتاغ هو نغمال لمن غيكون موجه وحنا في صراع مع واحد نيوليبرالية هدفها هو إزالة اللواحات بشكل كلي وكامل مقابل أنه تدير واحد ضيعة عصرية لإنتاج التمور بحركة مدردبة مع نبتة الصبار هاد الهاشتاغ ديال أنقيدوا لمن توجهونه يعني أنا تبعت بأنه كان في جاردة الأحداث المغربية نشروا الصحفي حاكم بالمداحي تبنتوا جمعية أصدقاء البيئة اللي كانت خاضت واحد المعركة ضد تهريب الأشجار ديال النخيل في 2006-2007 لمن موجه أعتقد بأن الأمر يفوق المسؤول والسيد العامل في الإقليم يفوق وزير الفلاحة بالضبط المنخص يتوجه بالضبط اللي يقدر في إعلاني إنقد وما السبول إلى ذلك وما البداء التي تطرح هنا شكراً سي محمد على إتارتك لهذا الموضوع وكما شرتي بأن الموضوع هذا الهاشتاغ ويعرف تغطية إعلامية لم تقف فقط عند الأحداث كذلك كيفاش ومجموعة من المواقع الأخرى هايس بريس أتارت هذا الهاشتاغ الذي يعرف الآن تشاراً ولكن سؤالك هو سؤال محدد ودقيق لمن نوجه هذا الهاشتاغ وموجه إلى العاهل البلاد وموجه إلى الحكماء هذا الوطن من أجل التفاتة عاجلة لإقليم زاقورة ولي الواحات الواحات اليوم تعيش نهاية ديلا وتقدر تدخل مستعجل من أجل إنقاذ الواحة ولما أقول إنقاذ الواحة ليس إنقاذ النخيل فقط لنتحدث عن الواحة أتحدث عن النظام النظام الواحي هو نظام اجتماعي نظام اقتصادي ما هي البداء التي نقترحها أو ماذا نريد على مستوى التدخل في إنقاذ الواحة أولاً ما يجب هناك العديد من النخيل كما تعرفه وما يشاهد الجميع من الصور التي يتم البتدلها يعني جزء كبير على الشريط المبتد من أقدس إلى محمد الغزلان يعني هو اليوم ميت يعني جتات ديال النخيل أول حاجة يجبه جتات هذه الفسائل وتعويضها بنخيل آخر لأنه مع هذا الفصل ديال الصيف وكما يعرف نفس النوات الماضية كترتفع الحرائق يعني إلا قدر له قعش حريق يعني ستقع كارتة تضرب الواحة بأكملها وتنهي هذه الواحة ما نريده كذلك في إنقاذ هذه الواحة هي مراجعة المخططات الموجهة من طرف الدولة في دعم الفلاحين سواء على مسؤول برنامج الأول اللي هو المخطط الأخضار أو الجيل الأخضر للأسف وراها قبيلة من اللي كانت تحدث عن الفلسفة أشرنا إليها أن العيب التقنقراطيين أنهم يشتغلون تقنين فقط حتى هذا المخطط لم تتم فيه مراعة خصوصية الواحة الواحة ليست لذلك النظام اللي فيه الهيكتارات المنتصرة اليوم زكورة مع كامل الأسف والواحة لم تستفيد شيئاً من المخطط الأخضار لأنه مقاش ذلك الفئة الأساسية لفلاحين أو الفلاح الذي يشتغل داخل الواحة يتجه إلى الضيعات الكبرى وإلى دعم الزراعات الداخلة كزراعات البطيخ الأحمر في حين تم هذا النظام بيئي كامل وهو نظام ذلك الواحة إذن نحتاج اليوم إلى دعم هذه الفئة يتحتاج إلى الدعم اليوم رغم ذلك اللي نشوف في الصور اللي هي باشعة وذلك الشحة وندرة المياه وقصاوات الظروف الطبيعية لازال عندنا في الزاقورة اللي يتقاتلوا ويتضاربوا من أجل أن يحيي ذلك النخيل كذا هذا الإنسان اللي بقي في تلك الظروف يقاوم يحتاج إلى دعم وتشجيع من طرف الدولة إذ لم تتدخل الدولة بشكل عاجل اللي كان حاول أن نخلقوه ستعرف الواحة نهايتها يعني لن يبقى في الإقليم أو في واحة درعاء إلا الإدارات والأصوار والمسؤولين أما المواطنين فأغلبهم قد وهذا ما لا نرجوه وطبعا أضم بليك سوصي أنقيد دواحات المغرب وطبعا إن قد الهاشتاغ انتحددت لنا إلى من هو موجه وحتى البدائل عطيتي واحد جزء من البدائل للتشجيع ديال فلاحين اللي مازال موقيمين سمى ديال استبدال الأشجار الميتة بفسائل وحدة أخرى جديدة لعله وعسى أنه يعود لنا الألق اللي كتربنا فيه وحنا درالي صغار وكبرنا وسط النخال وسط أنواع عديدة من التومور كتجوز تلتمياء وهذا في الحقيقة كانت من ناوه لأننا نحب هذا الوطن وحب هذا الوطن ينطلق من حب صخوره ونخيله وجباله وكل شبر فيه صديقي عزيز شكرا جزيلا على هذا المرور وأعطيك كلمة أخيرة أولا شكرا لك سمو حمد الحافظ عدد الاستضافاء كما قلت أنا سعيد جدا أن أكون من العابرين في هذا الجسر شكرا لأن مررنا من الدرس الفلسافي إلى الانتماء إلى الأرض كما أشرت في كلمتك هو أن الحب الوطن في الكل دياله ينطلق أولا من حب الأرض التي أنجبتك والوفاء إلى هذه الأرض وشكرا لك مجددا وأنقذ الوحاة المغرب وإلى لقاء آخر بحول الله قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب ترجمة نانسي قنقر